الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وتنثال وبرحمته تنال البركات وتنهال جذب إلى بيته قلوب العباد الأنجاب وسهل لهم السبيل في الذهاب والإياب فرجعوا بجزيل العطايا وجليل النوال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ندَّة ولا مثال وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صاحب الوسيلة والفضيلة والمقام العال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله والصحب والآل والتابعين وتابعهم بإحسانٍ ما توالت البُكر والآصال أما بعد فأُصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله وتهيَّؤوا للارتحال فقد شُدَّت بكم الرحال واستعِدُّوا للمآل فقد كذبَت الآمال يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّةُ قاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون أيها الحُجَّاج المُبارَكون بقدر الكدِّ تُكتسَب الرُّتَب والمُسَبَّبُ يكونُوا بحسَب السبب ها أنتم قد أنفقتم كرائم الأموال والأوقات فنعمتم ببلوغ أعظم المساجد وأكرم المقامات وأتممتم خامس أركان الإسلام وأجبتم دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام فهنيئًا لكم هذه المنَّة العظيمة والمنحة الكريمة وتوَّج الله عملكم بالقبول وختمه بخاتم المغفرة ودرك المأمول حُجَّاج بيت الله الحرام لقد غنِمتم من الحجِّ أنفَسَ المكاسِب ونهلتم منه أهنأ المشارِب رأيتم قيامه على التوحيد والطراحَه للشِرك والتنديد فليُعبَدُ إلا الله وحده ولا يُدعَى غيرُه ولا يُطافُ وينحَرُ إلا له جلَّ جلاله أفدتم من الحج كبحَ النفس عن الوقوع في العصيان والانزِلاق في مصايد الشيطان والصبر على طاعة الرحمن فإياكم والانتكاس بعد الاهتداء والارتكاس بعد الاصطفاء وخلعَ ثوب الطُّهر والنقاء استقيمُوا على الأوامر واجتنِبُوا المعاصِي والزواجِر قال تعالى مخاطِبَ النبيَّه صلى الله عليه وسلم فاستقِم كما أُمرت وقال سُفيان بن عبد الله رضي الله عنه يا رسول الله قُلْ لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك قال قل آمنتُ بالله فاستقِم أخرجَه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم استقيمُوا ولن تُحصُوا أخرجَه الإمامُ أحمدُ وابنُ ماجَة ومن يعتصِم بالله يسلَم من الرَّدَى ومن يستقِم هيهاتَ أن يتنَدَّمَ معاشر الفُضَلاء لئن قرَّت في الأيام السالفات الفاضِلات عيون وصفَت قلوب وانشرَحَت صدور فذلك فضلُ الرب ونسيمُ القرب حين أقبلَ العبادُ عليه وتقرَّبُوا بالطاعات إليه الإيمانُ والطاعة غايةُ الغايات ومستودعُ البشائر والمكرُمات والسيرُ إلى الله وتلمُّسُ مراضِه جزاءٌ معجَّلٌ وافِر ونعيمٌ كريمٌ حاضِر والمؤمنون هم أحسنُ الناس حالًا وأهنأُهم بالًا قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولهم يحزنُون الذين آمنوا وكانوا يتَّقون لهم البُشرَى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال سبحانه للذين أحسنُوا في هذه الدنيا حسنَة ولدارُ الآخرة خير ولنعم دارُ المتَّقين ألا ما أجملَ الطاعة تتلوها الطاعة وما أحسنَ الحسنَة تعقُبُها الحسنَة والإقامةُ فريضة ولزومُ سُنَّة وذِكْرٌ لله تعالى أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم ومن أرادَ الآخرة وسعى لها سعيَّها وهو مؤمن فأولئك كان سعيُهم مشكورًا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم أقولُ ما سمعتُم وأستغفِر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفِروه إنه هو الغفور الرحيم الحمدُ لله الحمدُ لله حمدًا لانتهاءَ لعددِه ولانقِضاءَ لأمدِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من مُقتضى عقد الإيمان الذي لا يتمُّ إلا به محبَّةَ الله سبحانه محبَّةً تتضمَّن عبادته وحده دون من سواه ذلك أن العبودية قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل ولا يصحُّ ذلك إلا لله عز وجل وحده قال تعالى والذين آمنوا أشدُّ حبًّا لله وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ومنها أن يكون الله ورسولُه أحبَّ إليه مما سواهما أخرجه البخاري ومسلم ومنزلة العبد من ربِّه بقدر حُبِّه له وخُضوعِه لأمرِه واجتنابِه لنهيه هذا وصلُّوا وسلِّموا على البشير النذير والسراج المُنير محمد بن عبد الله رسول الله فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته الطيِّبين الطاهرين وأزواجه أمَّهات المؤمنين وارضَ اللهم عن الأربعة الخُلفاء الأئمة الحُنفاء أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين واحمِّ حوزة الدين وانصُر عبادك المؤمنين اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كربَ المكروبين واقضِ الدينَ عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضَ المسلمين برحمتك يا أرحمَ الراحمين اللهم آمِنَّ في أوطاننا وأصلِح أئمَّتَنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحقِّ والتوفيق والتسديد والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم سدِّد جُندنا المرابطين في الحدود والثغور اللهم كلهم مُعينًا وظهيرًا ومؤيِّدًا ونصيرًا اللهم يا مُقلِّبَ القلوب ثبِّت قلوبَنا على دينك ويا مُصرِّف القلوب صرِّف قلوبَنا على طاعتك ربنا آمَنَّا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتُبنا مع الشاهدين ربنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعِظُكم لعلكم تذكَّرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكُركم واشكُروه على فضله وآلائه وإنعامه يزِدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون